أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بالضغط والضغوط من جانب دول أوروبية تلك الدول المواقعة على الاتفاق وكذلك الإمارات العربية المتحدة الكل قلق بشأن مقدرات إيران لتطوير الأسلحة النووية والولايات المتحدة تريد من إيران أن تعود إلى المفاوضات المباشرة في فيينا ولكن مع مجيء رئيسي إلى الحكومة يبدو أن هناك تحركا بطيئا لذلك أمريكا تشعر بأن هناك ممارسة ضغوط من إسرائيل والإمارات وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وأكبر شيء يلوح في الأفق الآن ويشعرون بالضغط إزاءه وهذه العقوبات التي كانت قد رفعت خلال بداية عهد بايدن إيران استفادت جزئيا من رفع تلك العقوبات وكان الأمر بمثابة ترغيب لكن إيران لم تقم بأي شيء بالمقابل وفقط هي تحررت ولم تلتزم بالاتفاق ولذلك إيران أكثر ما تخافه هو العقوبات وأنا أشك في أن أمريكا قد تلجأ إلى الخيار العسكري برغم أنه يقال إنه ضمن الخيارات لماذا تشك في الخيار العسكري؟ لا أعتقد أن هذه الإدارة قد ترجع إلى الخيار العسكري الناس ينسون أن أنتوني بلينك وروبرت مالي وبايدن وجيك سوليفن هذا هو نفس الفريق الذي كان مع أوباما الذي تفاوض على الاتفاق النووي في 2015 وهذا هو الفريق نفسه الذي يؤمن بقوة بالديبلوماسية عند تعامل مع إيران وتطوير العلاقات معها هناك كثير من الأمريكيين وخصوصا خلال عهد ترامب كانوا مشككين في هذا الأمر وأيضا الدول الجارة لإيران في الخليج تشك في هذا الأمر لكن هذا الفريق كان واثقا بأنه قد يستميل الملال وأيات الله وكانوا يرهنون على أن ينجح هذا الأمر لذلك أعتقد أن هذه الإدارة ما تزال ملتزمة لأن تظهر بأن اتفاق 2015 كان ضم صداقية وكان سليما وأنه كان الاستراتيجية الدبلوماسية الصائبة وأنا في رأيي أعتقد لهذا أنهم لن يستخدموا التهديد العسكري أو أي تلويح بهذا الخيار وأنا أشك في أن أمريكا قد تستخدم أي لغة أو نبرة عدائية لأن هذا يضرب ما فعلوه خلال عهد أوباما إدارة بايدن تتحدث عن خلافات مع الجانب الإسرائيلي في التعاطي مع البرنامج النووي ما طبيعة هذه الخلافات وهل الخيار العسكري هو محل الخلاف ومربط الفرس الإسرائيليون في رأيي إذا كان الأمر منوطا بهم كانوا ليشنوا ضربة عسكرية في وقت مبكر تذكروا أن إسرائيل كانت وراء الكثير من الهجمات على إيران لم تقر بها لكن الجميع يعرف أنها كانت وراء تلك الهجمات وكان هناك تدمير لعدد من أجهزة الطرد المركزي التي تخصب اليورانيوم ودمر عددا من الآلات والمكينات التي كانت تعمل إلى جانب أجهزة الطرد المركزي كما قامت إسرائيل باغتيال عدد من العلماء النوويين في إيران لذلك إسرائيل قامت بعملية سرية للسنوات من أجل تقويد قدرات إيران حتى لا تحوز سلاحاً نووياً لذلك إسرائيل هي أكثر عدائية مع إيران وأيضاً في الاتفاقات الإبراهيمية هناك الإمارات والسعودية وقطر هي قلقة بشأن إيران وهذه دول عربية ولها علاقات ودودة الآن مع إسرائيل لذلك يمكن أن ندرك لماذا إسرائيل تشعر بأنها لها الجرأة أكثر للدافع أمريكا من أجل تصعيد اللهجة مع إيران وبنسبة لهذا النزاع بالنسبة لإسرائيل فإن الخيار العداء والمصعد هو دائماً على الطاولة وهم يدفعون بهذه الجهود عبر استهداف تلك الطرد المركزية وعمليات الغتيالات وما إلى ذلك أمريكا لم تتوارد أو تنخرد في أي من تلك العمليات حتى خلال عهد ترامب ومساعيها العسكرية كانت محدودة جداً وكما تذكرون تلك الثواريخ القليلة في مديق هرموز شكراً جزيلاً لك بروفيسور ثين روزنباوم الباحث في القضايا الشرق الأوسط كنت معنا من يورك شكراً لك